أيضا هو يعني الباب صغير وبسيط الإظهار الشفوي الإظهار هو إخراج الميم الساكنة طبعا من إظهار الشفوي وإخراج الميم الساكنة من مخرجها من غير غنى ظاهرة ولا وقف ولا سكت ولا تشديد إذا أتى بعدها أحد أحرف الإظهار طيب قبل ما ندخل إلى التعريف قلنا إذا أتى بعدها أحد أحرف الإظهار ما هي أحرف الإظهار؟ جميع حروف اللغة العربية باستثناء الميم لأن الميم مع الميم إضغام وباستثناء الباء لأن الميم مع الباء إخفاء وباستثناء الألف لأنه قلنا في بداية المحاضرة لن يكون بعد هذه الميم الساكنة ألف إذن هذه الحروف الثلاثة لن تأتي بعد الميم الساكنة في الإظهار إذن إذا أتى بعدها أحد أحرف الإظهار يستثنى من هذه الأحرف اللغة العربية بشكل عام الميم والباء والألف إذن هنا هو إخراج الميم الساكنة من مخرجها نخرج الميم الساكنة من مخرجها من غير غنى ظاهرة إذن أصل الغنى وهذا إن شاء الله في مبحث الغنى سنتحدث عن هذا الأمر بالتفصيل إذن أصل الغنى موجود أنا قلت من غير غنى ظاهرة إذن في غنى لما أقول من غير غنى ظاهرة هذا ليس غنى لكن هذه الغنى هي أصل الغنى بحيث أن هذه الميم في حال الوقف ولا السكت ولا التشديد إذن ما هو تعرف الإظهار الشفوي هو إخراج الميم الساكنة من مخرجها من غير غنى ظاهرة ولا وقف ولا سكت ولا تشديد إذا أتى بعدها أحد أحرف الإظهار إذن حروفه هي باقي الأحرف وهي 26 حرف شرط الإظهار الشفوي أن يأتي بعد الميم الساكنة حرف متحرك من حروف الإظهار الشفوي الـ 26 حرفا طبعاً يأتي الإظهار في كلمة أو في كلمتين ما في مشكلة سبب الإظهار هو التباعد بين الميم وأغلب أحرف الإظهار أو للرواية هنا قلت أو للرواية لماذا؟ لماذا أضفت هذه العبارة؟ مع أن أغلب الكتب تقول التباعد بين الميم وأهو أحرف لماذا قلت هنا للرواية؟ فاطمة قلنا للرواية لأنه في أحرف غير متباعدة عن الميم الحرف الفاء الله ينور عليك ولكنها رواية تظهر الله ينور عليك ما شاء الله متاز متازفة إذن عندنا هنا بعض الأحرف هي ليست متباعدة وإنما متقاربة طيب أنا أظهرها إذن سبب الإظهار هو التباعد في أغلب الحروف ومع أغلب الحروف أو للرواية في بعض الأحرف كالفاء إذن سبب الإظهار هو التباعد بين الميم وأغلب أحرف الأظهار أو للرواية طيب ماذا لو جاء بعد الميم الساكنة همزة وصل في كلمة ثانية؟ إحنا قلنا قبل قليل أن يأتي بعدها 26 حرف طيب ممكن يأتي من ضمن هذه الأحرف همزة وصل نقول نعم والله ممكن يأتي طيب ماذا لو جاءت هذه الميم الساكنة وجاء بعدها همزة وصل في كلمة ثانية؟ نحو عليهم الذلة أي ميم وبعدها همزة وصل نحو يومهم الذي أي ميم وبعدها همزة وصل ماذا لو جاء بعدها همزة وصل؟ إيش الحل؟ قال العلماء نلاحظ دائما هذه الهمزة الوصل دائما في القرآن وأنتم غمضين مباشرة اعلموا جيدا أن الحرف الذي بعدها هو حرف ساكن دائما بعد همزة الوصل دائما حرف ساكن إذن التقت الميم الساكنة مع الحرف الذي يليها وهو الحرف الساكن إذن التقاء ساكنين وهذا إن شاء الله أيضا سنتحدث فيه بالتفصيل وهو باب مهم وجميل ورائع سنتحدث فيه بالتفصيل عندما نصل إليه بإذن الله تعالى لكن مبدئيا نأخذ هذا الأمر بأنه إذا جاء بعد همزة وصل معنى ذلك أن هذه الهمزة الحرف الذي يليها هو حرف ساكن ودائما همزة الوصل في درج الكلام في وسط الكلام لا اعتداد لها إذن ما هو أو ما هو الذي التقى التقى تنميم مع الحرف الذي يلي همزة الوصل ألا وهو الحرف الساكن إذن التقاء ساكنين وعندنا قاعدة في اللغة العربية يا جماعة تقول إذا التقوا ساكنين لابد أن أتخلص على العموم بشكل عام أن أتخلص من الحرف الساكن الأول أعيد هذه العبارة عبارة مهمة جدا إذا التقوا ساكنين لابد أن أتخلص من الساكن الأول بحركة معينة لكن هذا طبعا ليس في العموم هذا في الأغلب لماذا في الأغلب من يقول لي هذه النقطة طبعا هي لا تخص لقاء اليوم لكن من باب الفائدة من يقول لي أنا أقول أعيد سؤالي أقول أي التقاء ساكنين لابد أن أتخلص منه بتحرك الساكن الأول إلا في بعض الأحوان لكن أعود نحن نعني إلى الآن بالقاعدة العامة قلنا إذا التقى ساكنين لابد أن أتخلص من الساكن الأول سواء بالتحديث أو بالحذف وهذا كما قلت باب جميل وحتى يهمنا في قواعد اللغة العربية وإن شاء الله عندما نصل له سنتحدث عنه بالتبصير إذا منحوا عليهم الدلة يومهم الذي هنا جاءت نيم وبعدها همزة وصل طب ما هو الحل عنا ثلاثة أمور إذا شرط إظهار وإخفاء النيم بشكل عام إظهار وإخفاء النيم الساكنة أن يكون ما بعدها متحركا فإن كان ساكنا كالأمثل التي قبل قليل تحدثنا عنها واجب تحريكها بماذا عنا بالحركات الثلاث الحركة الأولى هي الفتح وهذا في موضع واحد فقط في القرآن وهو ألف لام ميم الله هاي ميم الله هاي همزة وصل ونهاية هذه الميم ميم إذا التقت الميم أو جاء نقول جاء بعد هذه الميم همزة وصل إذن التقاء الساكنة كيف نتخلص منه؟ بالفتح كيف سنقراها؟ ألف لام ميم الله ميم الله إذن خلصنا منه بالفتح طب أكم موضع في القرآن مثل ذلك أو أمثلة أخرى قلت قبل قليل لا يوجد إلا هذا الموضع فقط الوحيد الذي نتخلص منه بالفتح في القرآن إذن عندنا بالفتح وهي حالة واحدة فقط في القرآن أو موضع واحد بالأخرى أعود وأقول أنه موضع واحد في القرآن هو الذي تخلصنا منه بالفتح طيب الضم الحالة الآن الثانية هي الضم وهذا إذا جاءت ميم الجمع كانت في ميم الجمع نحو عليهم ميم جمع فتصبح عليهم ذلة أينما تكون ميم الجمع هون مثل هذا المثال فلنتخلص منها بالضم الحالة الثالثة بالكسر وهي باقي الحالات أو باقي المواضع إذن الحالة الأولى إذا جاءت بالفتح وهو موضع واحد في القرآن هو ألف لا ميم الله طبعا الخاص بصورة العمران الحالة الثانية هي بالضم فقط إذا كانت ميم جمع هذه الميم الساكنة هي ميم جمع الحالة الثالثة هي الكسر وذلك فيه باقي الأمور بعد حالة الفتح وحالة الضم التي تحدثنا عليهما إذن أمير رتاب أمير رتاب لاحظناك لاحظت كيف تصمنا هذه الميم إذن شرط إظهار وإخفاء الميم الساكنة أن يكون ما بعدها متحركا لو كان ساكن سنتخلص منه بأحد هذه الأمور الثلاثة سمي إظهاراً أو سمي الإظهار الشفوي بالإظهار لإظهار الميم الساكنة عند ملاقاتها للحرف بالحروف الإظهار وسميه شفوياً لخروج الميم من الشفتين إذن سمي إظهاراً شفوياً إذن مثالنا على الإظهار الشفوي الهمزة هاي التاء هاي الحاء هاي الكاف وهي الواو وهي الرا هذه بعض الأحرف التي يمكن أن تأتي بعد الميم نحو الضمآن لهم إله أنعمت هاي الميم أم تأمرهم يمحوا أم حسب الميم فيمكثوا أم كنتم أموات أم حسابهم وهم هاي الميم حسابهم وهم أيضاً أم ولهم رزقهم هذا بعض الأمثل التي قد ترت في القرآن السؤال الآن لماذا نسب الإظهار لمخرج الحرف المظهر وهو الميم الساكنة ولم ينسب لمخرج قروف الإظهار إذا تذكروا في الإظهار عند الماء الساكنة؟ كنا لكنهم هنا قلنا سبب تسمية الإظهار الشفوي بذلك لأن الحروف التي تأتي بعد الإظهار الشفوي متفرقة بعد الميم في الإظهار الشفوي متفرقة وكثيرة وليست محصورة في مكان واحد لذلك لم نستطيع أن نقول إظهارا مثلا كذا أو كذا لكن في الإظهار الخاص بالنون الساكنة الحروف الخاصة بهذا الإظهار هي متجمعة في منطقة واحدة في مخرج واحد لذلك نسمنا الإظهار لها فقلنا إظهارا حلقيا لكن في الميم قلنا إظهارا شفوي فنسب الشفتين للإظهار لأن الميم تقل من الشفتين وباقي الأحرف التي تأتي بعدها متفرقة فمن الأسهل علينا أن ننسبها إلى الشفتين فقلنا إظهارا شفوي تنبيه طبعا يجب المحافظة على إظهار الميم الساكنة عندما يأتي بعدها حرفين الوا والفاء لألا تختفي عندهما وهذا حين نسمح من بعض المبتدئين إذا جاء بعد الميم الساكنة واو أو فاء فإنه لا يظهر هذا الميم بالشكل الصحيح قال الإمام الجنزوري رحمه الله واحذر لدى واو الوفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فعرفين طبعا لماذا؟ لقربها قرب ماذا؟ قرب الميم قربها مع ماذا؟ مع الفاء والاتحاد أي اتحاد الميم مع الواو في المخرج إذن أحذر لدى واو الوفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فعرفين ملاحظة جميلة الميم لا يقع بعدها في كلمة واحدة ثمانية أحرف من حروف الهجاء وهي الجيم والخاء والذال والصاد والضاء والغين والفاء والقاف هذه لن تجدوا مثال في القرآن يأتي بعد الميم الساكنة أحد هذه الأحرف الثمانية في كلمة واحدة في كلمتين ممكن لكن في كلمة واحدة لن تجدوا مثال على ذلك في القرآن كيف ضبط الإظهار الشفوي في القرآن؟ ضبط بإثبات السكون على البيب والشمس كيف يلسسكون موجودة في الأوقات البيب؟ هكذا ضبط الإظهار الشفوي ضبط الإظهار الشفوي